والله والله الهداية هتيجي من طريق الرجل ده وحفكركم الهداية هتيجي من طريق الرجل ده لان السلم التنازلات لا يقف هو عايز يبقى مغاير للشيعة عايز يبقى مغاير لمعمم الشيعة عايز يخترع اشياء مغايرة لما عليه علماء الشيعة فيسقط سقطات رهيبة جدا 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 لدرجة النمر افشته وهو بيزور حديث يعني هو عايز يثبت ان علي بن ابي طالب هو خالق الكون فجاء ان لله يد فمررها وان لله عين فمررها يعني مرر من حديث ما قرأها ما قرأها ما قرأها اساسا تخيالوا ما قرأها الله مستعان ان شاء الله نبقى نعرضها مرة جاية ان شاء الله باذن الله تمام انا عايز بس نسمعكم حاجة كده ونستغل وجود الشيعة ونسمعكم حاجة بسيطة جدا كده ان شاء الله انا مش عارف عليها حقوق ولا لا لكن عني اساس ما حاجة بسيطة منها روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام أن في لمة من حفدتها ونساء قومها قطأوا ذيولها ما تخرموا مشيتها مشيتا رسول الله صلى الله عليه وآله بس يا اخوانا دي اسمها الخطبة الفدكية دي اسمها الخطبة الفدكية بيشرحوا فيها أن فاطمة ذهبت لأبي بكر الصديق ذهبت لأبي بكر الصديق فاسمعوا بقى ايه اللي حيحصل ان شاء الله تمام وفيها ازام قوي 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 جدا انا عايز بس الشيعي يتفكر فيه فكر فكر يا شيعي فكر استعمل مخد فضل حتى دخلت على ابي بكر وهو في حشد من المهاجرين والانصار وغيرهم هي دخلت على حشد كان موجود عند ابي بكر من المهاجرين وانصار وغيرهم لما دخلت كان في حشد من المهاجرين ومن الانصار وغيرهم تمام طيب فنيطت دونها ملاءة فجلسات ثم انات انه اجهش القوم لها بالبكاء الله اكبر شوفوا بقى يا اخوانا دايما الباطل لجلج دايما الباطل في سقطات في سقطات تمام بصنا اعرض لكم كصورة بس اعرض لكم كصورة بص يا اخوانا حتى دخلت على ابي بكر وهو في حشد من المهاجرين وانصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم انات انه انات انه اجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس ثم امهلت هريئة تمام طيب جميل هنا بقى السؤال هم مش دول المهاجرين وانصار مش دول المهاجرين وانصار اللي ضربوها مش هم دول المهاجرين وانصار اللي ارتدوا اول ما اتكلمت السيدة فاطمة وانت انه كله اجهش بالبكاء كله اجهش بالبكاء غريبة غريبة والله مش هم دول المرتدين واول ما اتكلمت فاطمة اجهشوا بالبكاء مش هم دول اللي كسروا الضلع وانضربوا الزهراء اجهشوا بالبكاء ما احنا مستغربين يعني الناس دي ايه بالزبط يعني المهاجرين وانصار وغيرهم دول مين بالزبط هم المرتدين هم اللي ضربوها وكسروا ضلعوها ولا هم اللي اجهشوا بالبكاء لما تكلمت وانت انه طب ده دليل محبة ولا دليل بغض حيرتنا معاكم يعني ده دليل محبة ولا دليل بغض هو المبغد بيبكي المبغد بيبكي يبكي الله اكبر يبكي من فاطمة لانها انت انة ومبغد ولسه ضربها وكسر ضلعوها وسقط الجريب بتاعها ما تفكروا يا شيعة ما تخلوش حد يفكر مكانكم ما تخلوش حد يفكر مكانكم ما تخلوش حد يفكر مكانكم انظر مستعان انا لهم اكتر من كنة يعني انا مش عارف انا نجبلهم ادلة مننا اكتر من كنة